بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمن ولا لاحظنا أن العديد من صناع المحتوى على الانترنت كالمدونين ومؤلفية المقالات وصاحب القنوات لا يملون لإظهار صورهم الشخصية أو تسجيل أصواتهم في منشوراتهم لذلك يرجع هذا السبب إلى عدم رغبتهم في الإفصاح عن صورهم إلى أمرين اثنين أولا الحفاظ على الخصوصية حيث يخشى البعض الكشف عن ملامحهم أو أصواتهم للحفاظ على حريتهم وخصوصيتهم والثاني أن التركيز على المحتوى فبعض صناع المحتوى يلجأون للغموض البصري والصوتي لكي يلتفت القراء بشكل أكبر إلى المحتوى والأفكار التي يقدمونها وبالتالي قمت بعمل هذا المقطع الفيديو لأشرح لكم كيفية أن تقوم بصناعة المحتوى دون ظهور الشخصية بالإضافة إلى عدم إظهار الأصوات كما أخبرتكم سابقا بأن جميع المواقع التي أستخدمها في مواقع الفيديو هي مجانية ومفتوحة بحيث يمكن استخدامها لعدد غير محدود من المرات دون دفع أي مبالغ مالية بداية نقوم بدخول إلى موقع boe.chatgbt نقوم بالضغط على chatgbt 3.5 أنا قمت بكتابة مقالة أخبرته أن يكتب لي مقالة عن chatgbt طبعا أنت على حسب قناتك بإمكانك أنك تكتب مقالة على الشيء الموجود بقناتك سواء عن الحيوانات سواء عن الربح من الانترنت سواء أي مجال من المجالات التي تقوم به بعد أن قام بكتابة المقام نقوم بالضغط على ثلاث نقاط الموجودة على يمين النص ثم نختار نسخ النص نذهب الآن إلى موقع شكلي طبعا بالنسبة لجميع الروابط الخاصة بالمواقع موجودة في الوصف نقوم بضغط زر يميني ثم نختار لص نبدأ بعملية التشكيل سواء تشكيل كامل أو تشكيل أواخر الكلمات أو تشكيل الزام نقوم بالضغط إلى ابدأ التشكيل سيتم تشكيل كامل النص خلال ثواني معدودة نقوم بنسخ النص بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الموقع من أجل توليد النص بحيث يكون هناك شخصية من أجل عملية التحدث الموقع هو 123ups بعد الدخول على هذا الموقع يجب التسجيل فيه والتسجيل فيه منجاني نقوم بالضغط على Login ثم الدخول من خلال حساب الجوجل بعد أن تظهر هذه الشاشة نقوم بالضغط على الإيميل ثم إغلاق ستجد في هذا الموقع الكثير من الأدوات الخاصة والمهمة لصناع المحتوى أدوات خاصة بالفيديو، أدوات خاصة بالصوت، وأدوات خاصة بالPDF بالإضافة إلى التحويلات Converter وأدوات أخرى حسب مقطع الفيديو اليوم سنتكلم عن Video Editor نقوم بالضغط على Create Project في هذه الصفحة نقوم بالضغط على Text to Speech في هذه الخانة نقوم بالضغط زر يميني ثم لصق الآن سنختار اللغة العربية بعد ذلك نمط الصوت يوجد الكثير من الأمماط بإمكانك أن تقوم باستخدام أي واحد منها سواء امرأة أو رجل سأقوم باختار هذا الخيار في هذه الخانة سرعة الصوت يفضل أن يكون سرعة الصوت قليلة أقل من 100 حتى يكون الصوت مفهوم تماما بعد ذلك نقوم بالضغط على Preview شات شي بي تي هي تقنية حديثة للتعلم الآري تستخدم شبكة بعد أن لاحظنا أن الصوت مناسب نقوم بالضغط على Add أصبح الصوت جاهز وبعد ذلك نقوم بالضغط على Save هنا سيظهر ثلاثة خيارات الخيار الأول والثاني Free والآخر Remium المدفوع طبعا بما أنه صوت لا يهمنا أن يكون مدفوع نقوم باختيار في 720 نقوم بالضغط على Save تم تنزيل المقطع كاملة في تنزيلات تم تطوير هذه التقنية من قبل شركة OpenA أي وهي تعتبر واحدة من أكثر التقنيات الحالية لسارة للجدل في مجال التعلم الآلي كما سبعتم بأن هذا هو الصوت بعد التسجيل الخاص بهذه المقالة يوجد مقاطع فيديو قمت بإنشائها على كيفية تحويل أو رابط الصوت مع شخصية ناطقة موجودة في القناة وساد على أقم الرابط في أعلى ويمين النافذة بإمكانك أن تحضر هذا الفيديو وبهذا نكون قد انتهينا من تسجيل صوت فقط خلال الذكاء الاصطناعي لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو للأشخاص المحتمين بذلك لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته